صيف يا صيف عاجبت حبيبي لو حياة صيف رجعنا قريبي عاجبت حبيبي لو حياة صيف رجعنا قريبي كفر مشكي رشاية الوادي وصيف يا صيف ورح يضل صيفنا مصيف طالما عنا إرادة بإنه نستمر إرادة بإنه نفكر بيستاهل أرضنا ووطننا إنه نصبر ونكمل وحتى نحتفل وهيدا جزء كبير من المقاومة والصمود بيصرنا استقبل بالستوديو رجع عبد الله عضو منظمي مهرجين الموني والعناب بكفر مشكي هاد ضيعة الحلوة رجع بدي حييك صباح النور وحيي كل أهل كفر مشكي أهلا وسهلا أدي حقيقي اليوم شعوركم أدي فكرته أنه منكمل منعمل المهرجين السنة اللي هو بنسخته الخامسة أكيد في تعاطف كبير مع كل اللي عم بيصير نحنا كلنا جزء يعني من يلي عم بيصير بجنوبنا بغزة بفلسطين وخصوصا برشاية يعني كمان منا كتير بعيدة عن الجو صح سيد ماجي أرار صعب كتير كان السنة بس أرارنا نستمر وأرارنا نتضامن يعني بأنه منيقس نعم منا بعيد ونفس الوقت منا قراب يعني منسمع عن بعيد بس حمد الله المنطقة آمنة منطقة رشاية الوادة بقعة الغربة الطريقة بتودى لضيعتنا إن كان دهر البيضة لترشيش ما في شي حمد الله أكيد ما رح ناخد أي ريزك بالعالم بنفس الوقت متفهم العالم الخايفة بس نحنا قررنا رح نستمر بالعكس بدنا نتضامن مع أهلنا بجنوب وما نيقس لأنه بلدنا معروف بينها دايما وما بيقس صح مية بالمية يعني هيدا الكلام هالكلمة الحلوة اللي قلت رجع بدنا نتضامن هيدا نوع من التضامن فعلا بإيرادة الحياة بالاستمرار بدنا نقول إنه بالرغم كل يلي عم بيصير الحقيقة بده تظهر الحق بده يظهر الحياة لازم تستمر كفر مشكي هالضيعة للريقة الحلوة الجميلة النموذجية يعني أنا زرتها وبعرف أدي حلوة أدي حيطانة بتشع هيك فرح وألوان الرسومات خبرنا عننا كفر مشكي بهالصيفية كيف كانت كفر مشكي ضيعت موني وعنب مش هلاك نحن بنحتفل بهالوقت هلأ بقيلول ومين ما بيهموا موضوع الموني موضوع الأكل الأمن الغذائي اللي نحن معروفين مشهورين فيه وشو ما صار بالعالم شو ما صار بالبلد بدنا أكل بدنا موني بدنا عنب عم نصدر هالعنب للعالم كله سو أكيد بدنا نقدمه لأهلنا وأهل بلدنا قبل ما نقدمه للعالم سو هيدا المهرجين فكرتو انو وصلنا لبعض موسم جديد موني بتعوا يا عالم وتبضعوا الاشياء اللي بتجيبوها من السوبر ماركت ومن التجار بتعوا خدوها ضغر من المزارع شجعوا هالمزارع تضامنوا معه لا يستمر صحيح هالضايعة بتعيش من هالموني بتعيش من هالعنب ومشتقية العنب فاتفضلوا تعووا على المهرجين شرفونا ناطرين كون هايدي خمس مرة ونحن كتير كتير من شوئين لنعيد هالمهرجين بعض مرة نقل راد هالمهرجين السنة راح يكون ليوم واحد بأربة عشر أيلول بيبلش من ساعة عشر الصباح لا ما بعرف ايا ساعة بالليل هلأ بتخبرنا شو موجود بهالمهرجين بس اللي بديقوله شغلة أساسية كان عم بيقولها رجا انه هالمزارع وأهل المنطقة والستة الطيبة كمان بكفر مشكلة بتشتغل بإيديها الموني وبتساعد زوجها هنم متشبسين بأردن متشبسين بإنتاج أردن العنب كفر مشكلة مشهور بالعالم فنحن كمان بندعيكم انكم تشاركوا بهالمهرجين تيلة النهار بعشر أيلول من عشر الصباح نحي مزارعي كفر مشكلة وأهلة وندوق مونتهم الطيبة شو الموني اللي بتتضمنها رجا هالمهرجين وشو فينا نعم من العنب كمان شو فينا نعم من العنب كتير اشياء من الزبيب من الحصرم من دبس العنب نعم دبس الحصرم طبعا مشتقات العنب كتيره ها نبيد عرق نحن مشهورين خاصة للعرق المتلت بيت ما بقى الموني عندك الكشك كشك الماعز نحن معروفين فيها لبنة الماعز بسموها المزنكة للبول ولحي من هناك وريح من الزعتر للسماء الزعتر للسماء كل شي من عوزه مربيات كومبوت زعتر الفواكه والخضار الطازة ضغرم الأرض من عنا بيطلع كل شي تقريبا عنا معدل سترس معدل حامض والليمون عسل نحن نضايع عسل بامتياز دخلنا شي جديد مش من زمان أنا شخصيا على كفر مشكي هو اللفاند الخزامة حلو فمشتقات اللفاند روح اللفاند الأسسنشل الأويل نعملت بلك المستعملات نعمل صح من أرضنا كمان رح تكون عم تنبيع فأنا عم شجع العالم تجي مش بس لتزور ضيعة حلوة مش بس كمان هالمناخل الممتاز تعاوا اشتروا الإشاة اللي يزمدكن للموسم كله حقوا كله موجود عننا صحيح وطبعا وقتها نكون عم نشتري من الأرض ضغرة مختلف ما نشتري عن السفر ماركت والمحل عم نشجح المزارع يبقى بأرضه أنا بجعني قلبي كلما أشوف حداً عم بيترك كوي في الأسباب اقتصادية صحيح صحيح بدنا نتضامن رجعنا على التضامن رجعنا أنه نضلنا كتف عكتف إيد بإيد ونضلنا مع بعضنا كلنا لحديث مع البلد يصلوا حظ أحسن شوية يا رب رجع أنا بعرف شخصياً أنت أدي شخصياً بتعمل أساس هيكة يمكن هذا جزء مننا المهرجان اللي عم نحكي عنه طي يضلوا أهل كفرمشك بكفرمشك قدامهم يعمروا ولاد كفرمشك بكفرمشك قدامهم يعرفوا قيمة ضيعتهم مطرح مجده بيه كان موجود أنت بعدك فوق تنزل عبيروت طبعاً عندك شغلك بس أنت متشبس كمان بالمنطقة أكتر وأكتر كل سنة وراء سنة أناعتي أنه هالبلد رحين هاد من وراء ضيعة صغيرة أنا عندي هالأنيعة أنه مع احترامي للمدن أنا ابن المدينة كمان بس هالضيعة الصغيرة البعيدة اللي عم تشتغل الأرض عم تشتغل من العرق جبينة عم تشتغل بعيدة عن السياسة بعيدة عن الطائفية بعيدة عن الزبائنية من وراها رحين هاد البلد سوأنا حابب أكون جزء من هالنهضة حابب أساعد كفرمشكي ضيعة جده وبيه ايه معمر هونيك حاتت إجرية اتنين كلياً مثل ما انت لك بلشت بزة صغيرة جديد هو اللافندر الخزيمة ومعننا هونيك رايح العنب التين التفاح مشهورة كفرمشكي من قبله وبكتير صحيح المهرجين الخامس لكفرمشكي مهرجين المونة والعناب بـ 14 أيلور الدعوة للجميع نطلع نقضي نهار بهالضيعة الحلوة برشاية الويدي هيدا الفلاير على الهوام نستيعى عشرة الصبح للليل نهار واحد هالمهرجين تحيي لأهل كفرمشكي الطيبين تحيي إلك راجع عبد الله على هالمسيبرة والإسرار وإن شاء الله يا رب هالخطوة من التضامن بتسبت حالنا بجزورنا بضيعتنا وبحييك من كل قلبي وبحيي كفرمشكي آخر ملاحظة بس بيخلص النهار بحفل موسيقى ابتداء من الساعة سبعة عشر لأجدري بقى عنا كتير كتير حظنا حلو انو عنا بيانيست اسمه قيلنار مجدلاني هيد بتعزو في بيانو بتعلم بيانو معروفة بكل لبنين جاي يتقدمنا كونسورت كمان على ساحة كفرمشكي جايبين لنا بيبي جران فيانو كمان خصوصي شغلي مننا هيني طبعا من بيروت لكفرمشكي على كفرمشكي بس لاني كمان الصمود وتحية لكيلنار طبعا وصبايا من بضيعة رح يغنوا معها هي تعزف كمان يعني محضرين إشة حلوة كتير للي جاية سو بليس تعوا بكترة و بليس شرفونا بوجودكم شكرا لرجاع عبدالله إلى اللقاء في كفرمشكي بـ 14 أيلول إذن